طولنا شوية في القوة الهجومية للعين بس عايز نتكلم كمان عن خطة ضعف لأنها حتانية خطة فاع قوة هجومية كبيرة جدا وخطة فاع في كل المباراة اللي العين لاعب فيها سواء في دوري أبطال أسيا وفي الدوري الأماراتي استقبل أهداف آخر تسع مباراة من أول السيزون ده ما بين دوري أسيا للنغبة وما بين دوري أبطال وما بين الدوري وما بين الكاس دخل في التسع مباراة فيهم أهداف صح بالنسبة لي كده هقول لك كليشي كده أنا العين بالنسبة لي هو من ناحية الهجومية ما أنت مع برازيل ما أنت مع ترنداد وتوباكو يعني فيه فرق كبير جدا ما بين ناحية الهجومية وما بين ناحية الدفاعية هل النادي الأهلي يقدر يضرب الكرام ده طبعا النادي الأهلي يضرب الكرام ده أنا بشوف أن كل فرقة الخريجة عندها مشكلة كبيرة قوي في الناحية الدفاعية وفي حتة الارتداد ولما يكون الفرقة مليانة نجومة كريم هتلاقي اللعيبة دي مش اجرسيف او مش حادة جدا فيه الضغط العكسي وده اللي الاهلي هيلعب عليه بس تعالى الاول نتكلم على فيه لعيب اتمنى انه يبتدوا الماتش اسمه كوامي كوامي ده الراجل اللي بيلعب جنب كساده اللي هو كاردوسو المساكل اللي جنبه ده الاساسي كوامي ده لعيب صغرة كبيرة جدا وسامى ابو علي يقدر يكل عليه عيش للصبح بالمناسبة كوامي ده افوالي وخدج جنسية الاماراتية اوه عايش طول عمر اصلا طيبا كان في الامارات بص هنا الاوت ده هيتلعب للرجل اللي هو كوامي اللي بقولك عليه ده كريم راجل بيغلط بسهولة جدا اول ما الاوت هيتلعب الراجل بمنتقى سهولة هيلف بيه مع ان هو قده طوله مرتين فالكرة اول ما تلف بيه وهياخد الراجل في ظهره ورغم كده الكرة هتيجي في ايده وهيتحسب ضربة جزاء لنادي الوحدة وده اول هدف نادي الوحدة هيتحسبه ضربة جزاء بص يا كريم الراجل اللف بيه وبعد ما اللف بيه هو عارف انت اللي هو بيفرق وخلاص حتى بص السورة اللي بعدها تلاقي الكرة بعد ما طبط على الارض امتجت مسكت في ايده وكان المدافع سيئة تعال بقى نشوف الكرة دي لحظة قبل ما الاوفر يترفع بص الراجل برضو كوامي اللي هو اول واحد وقف على العرضة وريابة كريم الأصمر شوية الرقم اعتقد تلاتة بص ما فيش وعي بالمكان تماما تمركه وضعيها جسدية سيئة الاوفر اول ما يتلعب هتلاقي عمر خريبين ام ناطط وام عامل الاوفر اتلعب له بصراحة ان كامل فور الراجل ام طلع وامر خريبين من لعيبة طبعا مميزة جدا وام جايب شاطر كورة تردت وده كان الهدف التاني اللي جيه النادي الوحدة بص يا كريم وقف سيئة جدا مش عامل اسكان مش شاف مين جنب ومش شاف اي حد مش شاف اي حاجة هو اصلا بيبص على حاجة برا اللعبة خالص لغاية لما الاوفر يتلعب الراجل يتلعب منتقى سهولة وسط لاتة ده يعرف فكيرا كريم في القديد في عين وحشة جدا في التمركزات بتاعت صورة اللي بعدها الكورة اللي بعدها على طول هنا بقى عاوز اوليك شوف الشكل بتاع نادي العين الوقفة بتاعته عاملة ازاي يا كريم عدم انتظام مش طبيعي نفس الكورة اللي جبتها لك بقى بص اللي يحصل كورة تيجي على تتجمع على الناحية اللي مين ملكم هيطلع مش متزك مالكم هيطلع عمين بص بقى كريم الاوفر لما تلعب بص سافيتش واقف في النص وبرضه الراجل اللي بقولك عليه كوامي ولا كأن الراجل موجود يعني كأنه واقف خيال مقاتة رقم تلاتة ده نفس الكورة بزبط حاجة بقى نقطة تانية مهمة جدا دي بقى اللي بقولك علي يازم أقالي يستغلها هتلاقي ان التلاتة اللي قدام دايما يا كريم ما بيضغطوش خالص على الأقلي وهايطلع بالكور وده بيسهل الدنيا بشكل كبير جدا على النجاة هتلاقي بص برضو الراجل خده في ظهره ونفس الراجل اللي بقولك عليه أم واخده في ظهره وأم لعب الاوفر اتقطعت نفس الكلام هنا بص الاوفر هتلاقي أول ما عمر خربين هيلعب الكورة التانية بص يا كريم الراجل هيدخل برضو كوامي هيحاول انه يحجز على الكورة عمر خربين هيدغط عليه هياخد منه الكورة وكانت هكتشبه ضرب الجزاء ده أول صغرة وأهم صغرة موجودة